في عمره أو يطول عمره أو يبريكله في عمره والشيخ قال له الدعاء بطولة العمر ملوش لازمة لأن العمر مش بيتغير هل الدعاء يغير المكتوب حتى لو الدعاء بالعمر طويل؟ الشيخ الحنبالي مرعي بن يوسف له رسالة بهذا العنوان يعني أنه بيتكلم في رسالته كلها كتاب صغير كده عن مسألة إطالة العمر كيف أن الله يطيل العمر طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مما ذكر في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من أحبه أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصر رحمه بدأ يتكلم طب إزاي نجمع إني ما بين أن الله قدر الأعمار العمر مقدر وبين هذا الحديث اللي ربنا بيقول أن من أراد أن ينسأ له في أجله وأجاب على ذلك باستفادة ومما ذكر في الإجابات قال لك بأن الله سبحانه وتعالى يقدر عمره فلان خمسين عاما زائد عشر بسبب صلة الرحم فهو يوفق بالدعاء أو يوفق بصلة الرحم إلى الحصول على هذه العشر إلا يحصل عليها بتوفيق الله تبارك وتعالى فرجع الأمر أصلاً لمين؟ لله لله نعم إذن الأمر حتى الإطالة هذه يعني مقدرة مكتوبة عند الله تبارك وتعالى فما على العبد إلا أن يدعو ما على العبد إلا أن يصل الرحم ويعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى من بركة في الرزق من إطالة في العمر وقالوا الإطالة بمعنى البركة نعم سيدنا الإمام يعني يحيى بن شرف الدين النوي يعني مكث يعني أربعين سنة وسنوات قال يعني أربع واربعين خمسة واربعين سنة وأنتج فيها من العلم ما لم ينتجه من عاش ثمانين عاماً برك الله له وكان بركة على المذهب الشفعي نعم يعني هنا البركة في العمر إذن قالوا إن البركة ممكن تكون أيضاً في العمر وتكلم يعني الشيخ مرع بن يوسف في كتابه اللي هو بيتكلم فيها عن إطالة العمر بهذه المعاني